نشوف بقى ونسمع رأي الجمهور الأهلاوي الحقيقة ردود أفعال مبارح على افتتاح السادة الأهلي كانت عالمية على السوشيال ميديا كاميرا السادسة كانت موجودة الحقيقة مع الجمهور الأهلاوي في كل مكان حبينا نسمع منهم ونشوف ردود أفعالهم هنشوف التقرير ونرجع لحضراتكم مرة تانية في السادسة بعد الفاصل النادي الأهلي نادي عريق على مر العصور والزمان وخرج نجوم في القرى وفي جميع الألعاب الرياضية حاجة مشرفة جدا كنت مستريني من زمان وانا كل فخر كل فخر ان نفتح حاجة زي كده بس اللي ودي ودي نفتح للجمهور بقى حاجة محترمة جدا قال نجح انه ياخده 25 سنة وبعد 10 سنين طبعا نحط الشعر بتاعنا عليه واسمين عليه حاجة شيك جدا مبارح وبيتدها بالصراحة اللي درهم ما أثرتش خالص طبعا دي حاجة جميلة جدا أن يكون يعني إعلان دياليها نوادي خاصة أو أستاذ خاص بيها ده طبعا بيسر الرياضة في مصر بشكل عام فرحة كبيرة جدا ونادي الأهلي دايما نستبقى في أي حاجة يعني ينادي جديد ويعني في كل حاجة وطبعا لدارة النادي الأهلي بصراحة بقيت مهتمية بموضوع النادي ده وده كان شيء لازم كان يتعامل من سنين النادي الأهلي ما يقلش أي أهمية عن أي نادي في أوروبا اللي هو يبقى ليس ساد دي كان المفروض يبقى ليس ساد من زمان قوي مش من دلوقتي وافتتاح النادي مبارح جميل وحاجة تيكولوجيا عالية تيكولوجيا حديثة نادي الأهلي ده نادي الشعب الفقير قبل الغاني ويمكن الفقير أكتر من الغاني إحنا ما بروحش نادي الأهلي بس إحنا بتشوف مطولشة عالمية للنادي الأهلي أحسن من أي فرقة تانية في الدول أكيد كنا وصلين جدا كلنا وديها خطوة جميلة جدا ونتمنى لنادي التوفيق في كل جاي